اشتركوا في القناة للسلام والامن في العالم جدول حافل لوفد المملكة كان ابرزه لقاء وزير الخارجية بالامين العام للامم المتحدة هانطونيو جوتاريش الاجتماع تناول مناقشة ملفات المنطقة كما شهد توقيع اتفاقية مسك الخيرية مع الامم المتحدة مسك هي اول منظمة غير حكومية تشارك الامم المتحدة باستراتيجيتها لتفعيل دور الشباب حول العالم في قمة للسلام حملت اسمان نلسون مندلة القوزير الخارجية كلمة ركز فيها على ضرورة احلال السلام والامن في العالم ان الالتزام بالعدالة الاجتماعية وتعزيز ثقافة الحرية والسلام التي تجسدت في شخصية فخامة الرئيس نلسون مندلة الهمة الكثير حول العالم وليكون لهم اسهامات جليلة في تعزيز السلام وحقوق الانسان والتنمية المستدامة والحياة الكريمة ولعل من اهم الدروس التي من الممكن ان نستفيد منها من مسيرة هذا الرمز ان نواصل مسيرة البناء وتعزيز السلام والامن في العالم لتحقيق الرفاه لشعوبنا لقاء ثنائي جمع وزير الخارجية مع وزير الخارجية الالمانية اعلنت فيه برلين اعتذارها من الرياض التي رحبت بعودة العلاقات بين البلدين وفي اجتماع مجلس العلاقات الخارجية الامريكية شدد الجبير على رفض المملكة التدخل بشؤونها مطالبا اتوا بالاعتذار في حال ارادت اعادة العلاقات مع المملكة نقل الوفد وجهة نظر المملكة حول دور ايران التخريبي للمنطقة دور يواصل نظام الملالي لعبه لبث الفوضى والعنف عبر ميليشياته الارهابية في اليمن وسوريا ولبنان وشارك الوفد في مؤتمر متحدون ضد ايران النووية مؤتمر نقش دور ايران التخريبي في العالم بضرورة العمل على كل ما من شأنه الحد من انتشار اسلحة الدمار الشامل في منطقة الشرق الاوسط والعالم الا ان ايران استغلت هذا الاتفاق واستفادت من العائد الاقتصادي من رفع العقوبات عليها واستخدمته للاستمرار في انشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة وخاصة من خلال تطوير صواريخها الباليستية ودعمها للجماعات الارهابية في المنطقة بما فيها حزب الله وبليشي الحوثي التي استخدمت القدرات التي نقلتها اليها ايران في استهداف المدنيين في المملكة واليمن والتعرض المتكرر لممرات الملاحة الدولية فضلا عن سعيها المستمر الى احياء تجاربها في تقصيب اليورغانيوم شارك الوفد باجتماعات حول اليمن ومعاناة مسلمين روهينغ والازمة السورية وناقش القضية الفلسطينية واكد ان المملكة لن تتوانى عن بذلئي جهد لانهاء ازمات الدول المتضررة ونصات شعوبها التي تطوق للسلام ان رسالة المملكة الربية السعودية تقوم على الشراكة الصادقة مع العالم ليكون الحاضر مزدهرا والمستقبل مشرقا ولتعيش الاجيال القادمة بامن واستقرار وسلام ونتمنى لمنظمتنا هذه مزيدا من النجاح في تحقيق اهدافها السامية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته حسين ابراهيم للإخبارية نيويورك